الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد فما حكم النية في الصيام وما وقتها لابد للصيام من نية كسائر العبادات قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصهن له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيجب لصيام شهر رمضان نية وتبدأ من أول يوم في رمضان وتكون قبل الصيام أي قبل الفجر ولا يشترط لكل يوم نية معينة فيجزئ نية واحدة لصيام شهر رمضان وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم